بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد ها نحن اليوم نعود إلى درس من دروس القراءات في عرض لأصول رواية ورشع النافع المدني وكنا فيما مضى قد أشرنا إلى جملة من هذه الأصول والتي كانت وبدأنا بها فيما يتعلق باستعادة والبسملة والأوجه الجائزة أداءا عند القراء بين البسملة والاستعادة والسورة وها نحن اليوم نشرع في الأصل الثاني من هذه الأصول الهامة في رواية ورشع النافع وهو فيما يتعلق بميم الجمع انظر معي بارك الله فيك إلى العنوان هنا ميم الجمع سنتناول إن شاء الله في هذا اليوم إلى جملة من المحاور متعلقة به فيما يتعلق بالتعريف ميم الجمع وأحوال ميم الجمع ثم مذهب ورش في ميم الجمع وكيف يقرأ ورش ميم الجمع إذا جاء بعدها متحرك أو ساكن أو حرف ساكن أو متحرك انظر إلى هذه الأمثلة الثلاثة في هذه الآيات وفرق بين هذه الميمات هنا في قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا وحلت لكم بهيمة الأنعام ضربت عليهم الذلة انظر معي بارك الله فيك إلى هذه الميمات واستخرج القاسم المشترك بينها والفرق بين هذه الميمات الثلاث الميم الأولى لو نظرت معي بارك الله فيك إلى قوله تعالى وكنتم أمواتا الميم هنا هي ميم تدل على الجمع وكنتم دالة على الجمع وأيضا الميم هنا أحلت لكم بهيمة الأنعام الميم هنا ميم جمع أيضا ضربت عليهم الذلة الميم هنا ميم جمع إذن القاسم المشترك بين هذه الميمات أنها كلها تدل على الجماعة وعلى الجمع في هذه الميم هنا وهنا وهنا انظر معي إلى الفرق بين هذه الميمات في الميم الأولى هنا وكنتم أمواتا لكم بهيمة الأنعام وحلت لكم بهيمة الأنعام ضربت عليهم الذلة لو نظرت إلى الميم هنا وإلى الميم هنا وهنا ستجد أن الميم هنا ساكنة وهنا ساكنة وهنا ساكنة في أصلها ولكن الميم هنا حركت لالتقاء الساكنين بينما الميم هنا لا تزال ساكنة على أصلها والميم هنا لا تزال ساكنة على أصلها إلا أن المصحف ضبط على رواية ورش فوضع العلماء الميم الصغير فوق الميم الجمع حتى يتبين بها مذهب ورش في القراءة إذن الفرق بين هذه الميم الأولى أنه جاء بعدها همزة قطع وهنا جاء بعدها حرف متحرك وهنا جاء بعدها حرف ساكن هنا جاء بعدها همزة قطع عيد مرة أخرى جاء بعدها همزة قطع جاء بعدها حرف متحرك جاء بعدها حرف ساكن إذن هذا هو الفرق بين هذه الميمات هو اختراف الحرف الذي جاء بعدها فلو نظرت معي بارك الله فيك إلى هنا في قولي تعالى وكنتم أمواتا وحلت لكم بهمة الأنعام لوجدت أن الميم ساكن على أصلها إذا جاء بعدها همزة قطع أو حرف متحرك ولكن في هذه الميم الأخيرة لو نظرت إليها لوجدت أنه جاء بعدها أل التعريف الذي هو حرف أو هنا أل التعريف ساكنة وكما مر معنا سابقا في التخلص من الحرف الساكن في اللغة العربية أنه يتخلص من الحرف الساكن تاره بالفتح وتاره بالكسر وتاره يكون بالضم ويكون بالضم إذا كان في ميم الجمع يتخلص من التقاء الساكنين بالضم إذا كان الحرف الساكن الأول هو ميم الجمع لأن القاعدة في اللغة العربية إذا اتقى حرفان ساكنان فلابد من أن يتخلص من سكون الأول إما بالفتحة أو بالكسرة أو بالضم يكون بالضم وذلك في ميم الجمع كما هنا ضربت عليهم الذل لا بد من ضم هذه الميم وذلك لمجيء الساكن بعدها في كلمة الذل هنا تبقى عندنا أو يبقى عندنا الميم هنا والميم هنا ساكن على أصلها انظر معي بارك الله فيك إلى الفرق بين هذه الميم وهذه الميم ستجد أنه قد جاء بعدها هنا همزة قطع وهنا جاء بعدها حرف متحرك لو نظرت إلى المصحف وإلى ضبط المصحف لوجدت أن العلماء الذين ضبطوا رواية ورش عن نافع قد وضعوا بعد هذه الميم الساكنة واو صغيرة إشارة إلى صرتها بواو صغيرة عند المد على رواية ورش بينما هنا سنجد أن الميم لم يضعوا بعدها واو صغيرة إذن نستخرج بفاعدة هنا أن الفرق بين هذه الميم وهذه الميم هناك قراءة من القراءات السبع يقرأ بصلتها بواو وهي واو صلة إذا جاء بعدها همزة قطع بينما هنا لا يصلها ذلكم الراوي إذا لم يأتي بعدها همزة قطع إذن هذا هي أبرز الفرقات بين هذه الميمات الثلاث نستخرج من ذلك ونعود إلى تعريف ميم الجمع كما مر معنا سابقا فميم الجمع كما لاحظتم بارك الله فيكم هي الميم الزائدة كما هنا عليهم أصل الكلمة على وهنا كنتم أصل الكلمة وهنا أيضا لكم أصل الكلمة لك فهنا الميم ميم الزائدة دالة على جمع المذكرين كما في قوله تعالى عليكم وأنتم إذن كما مر معنا في أصول رواية قالون نعيدها مرة أخرى ونذكرها هنا أن ميم الجمع هي الميم الزائدة الدالة على جمع المذكرين لأن هناك ثمة ميمات في المصحف وليست هي بميم جمع فينبغي أن يتنبه إلى أن ميم الجمع الداخل معنا في موضوعنا في رواية ورش وفي غيره من القرى هي في ميم الجمع الساكنة على حسب مذهب أو داركم الإمام أو الراوي طيب هنا تدريب في الكتاب يقول التدريب هنا أذكر أمثلة على ميم الجمع أذكر أمثلة على ميم الجمع المثال الأول نقول كنتم لكم أنتم إذن هذه أمثلة وغيرها كثير من الأمثلة نعود إلى صلب موضوعنا وما يتعلق بالقراءات وهو الذي يعنينا كثيرا في هذا الدرس وما ذكر ما هو إلا كمقدمة لهذه النقطة التي سنتكلم عنها هناك ثمة أحوال ميم الجمع وحكمها لورش ميم الجمع إما أن تقع قبل ساكن أو قبل متحرك ولكل منهما حكم الورش إذا وقعت قبل ساكن إذا وقعت قبل ساكن فإن جميع القراء يضمون الميم تخلص من التقاء الساكنين وهذا ما أشرنا إليه قبل قليل ولذلك الشاطبي رحمه الله تعالى يقول ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل ما المراد بكل كل هو رمز أو إشارة إلى كل القراءة السبعة فالقراءة السبعة جميعا إذا جاءت ميم الجمع وجاء بعدها حرف ساكن فإن القراءة السبعة كلهم يضمون هذه الميم تخلصا من التقاء الساكنين كما أشرنا إلى ذلك قبل قليل ومن دون وصل ضمها قبل ساكن الأمثلة كما هنا منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون استخرج معي ميم الجمع هنا ستجد أن ميم الجمع هنا في كلمة منهم طيب استخرجوا معي أيضا ميم الجمع في كلمة وأكثرهم الفاسقون سنجد أن ميم الجمع في كلمة وأكثرهم ما هو الأصل في هذه الميم ما هو الأصل في هذه الميم؟ الأصل أنها تكون ساكنة الأصل في هذه الميم أن تكون ساكنة لو لاحظتم أو لاحظوا معي بارك الله فيكم ماذا تلاحظون على هذه الميم؟ نلاحظ أن هذه الميم قد حركت بالضم هنا وهنا لماذا حركت هذه الميم بالضم؟ وذلك تخلص من ارتقاء الساكنين إذن الميم الجمع هنا ميم جمع حركت بالضم وذلك تخلص من ارتقاء الساكنين وهذا هو مذهب جميع القراء كما أشر إلى ذلك الشاطبي رحمه الله تعالى في قوله ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل وبعد الهائي كسرفة العلى الذي هو أبو عمر البصري الحالة الثانية من حالات ميم الجمع إذا وقعت قبل متحرك فإن كان قبل همزة قطع كما في قوله تعالى عليهم أأنذرتهم فورش يصلها بواو لفظية وتمد هذه الواو بمقدار ست حركات وعلى هذا فهي من المد المنفصل وهذا في حال الوصل أما في حال الوقف فإنها ساكنة لجميع القراء انظر معي بارك الله فيك إلى هذه الآية استخرجوا معي من هذه الآية ميم الجمع نستخرج جميعا ميم الجمع سنجد أن ميم الجمع هنا في كلمة عليهم وفي كلمة أأنذرتهم انظروا معي بارك الله فيكم ماذا تلاحظون بعد هذه الميم ما الذي جاء بعد هذه الميم انظر معي ما الذي جاء بعد هذه الميم سنجد أنه قد جاء بعدها همزة قطع هنا وهنا أيضا إذا نجد أن هنا ميم الجمع قد جاء بعدها همزة قطع ما هو مذهب ورش في هذه الحالة نجد أن ورش إذا جاء بعد ميم الجمع همزة قطع فإنه يصل هذه الميم بواو مدية عند الوصل فتصبح عند الوصل هكذا عليهم أأنذرتهم عليهم أأنذرتهم تصبح هذه الميم موصولة بواو ملفوظة عند الوصل وتحذف عند الوقف إذن ورش نخرج من ذلك بقاعدة إلى أن ورش إذا جاء بعد ميم الجمع همزة قطع فإن ورش يصل هذه الميم بواو مدية عند الوصل وتحذف عند الوقف سأطبق عليها وطبق معي أيضا يقرأها ورش هكذا عليهم أأنذرتهم عليهم أأنذرتهم عليهم أأنذرتهم عليهم أأنذرتهم إذن مذهب ورش يصلها بواو مدية إذا جاء بعدها همزة قطع هنا قال تمد بمقدار ست حركات ولا بد أن نشير إلى موضوع سيأتينا إن شاء الله لاحقا وهو أن ورش وحمزة لهما في المد المنفصل يمدونه بمقدار ست حركات إذن عندنا ورش وحمزة انفرد من بين القراءة السبعة أنه ليس عندهما ما يسمى بالمد المنفصل يمدون دائما المنفصل ست حركات والمتصل مثل ذلك إذن لو لاحظتم بارك الله فيكم أن ورش سيقرأها عليهم أأنذرتهم والمد هنا سيكون مدا منفصلا والمد المنفصل على رواية ورش يمده بمقدار ست حركات إذن كيف يقرأها ورش؟ يقرأها ورش هكذا عليهم أنذرتهم طبعا له خلاف في كلمة أنذرتهم له الخلف فيها سيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة لكن ركزوا معنا في موضوعنا هذا اليوم وهو في ميم الجمع فورش يقرأها بالصلة ويمدها ست حركات عليهم أنذرتهم عليهم أنذرتهم كرروا معي كثيرا كرروا معي مرة أخرى يقرأها ورش عليهم أنذرتهم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم إذن ورش يصلها بواو مدية ويمدها بمقدار ست حركات لأن له في المد المنفصل المد بمقدار ست حركات كرروا معي كثيرا أيضا عليهم أنذرتهم هذه الحالة الثانية وهي الحالة انفرد بها ورش في ميم الجمع الساكنة إذا جاء بعدها همزة قطع الحالة الثالثة إن كان غير همزة القطع نحو غير المغضوب عليهم والضالين فإن ورش يقرأها بعدم الصلة كبقية القراء عدى ابن كثير إذن لو لاحظتم بارك الله فيكم هنا في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين انظر معي بارك الله فيك نميم الجمع هنا ستجد أن ميم الجمع هنا ساكنة وقد جاء بعدها حرف متحرك ولكن هذا الحرف المتحرك ليس همزة قطع ليس همزة قطع هو حرف من الحروف غير همزة القطع وبالتالي فإن ورش رحمه الله تعالى يقرأها بسكون هذه الميم وعدم الصلة فيقرأها ورش كما يقرأ حفص عن عاصم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه هي رواية ورش وبقية القراء عدى ابن كثير رحمه الله تعالى الشاطبي رحمه الله تعالى كما أشرنا عندما نظم منظومة الشاطبية في القراءات السبع وضمنها أصول هؤلاء الرواة والقراء أشار إلى مذهب ورش في تلكم القراءة وفي ذلكم الأصل فقال رحمه الله تعالى وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا ودراكنا هو رمز لابن كثير وقالون بتخييره جلى ثم قال ومن قبل همز القطع صلها لورشهم ومن قبل همز القطع صلها لورشهم إذن نخرج من ذلك من الأحوال الثلاث هنا من الحالات الثلاث هنا إلى أن ورش رحمه الله تعالى لا يصل ميم الجمع إلا إذا جاء بعدها همزة قطع وانفرد ورش بذلك من بين القراء السبعة إذن رواية ورش يصل ميم الجمع إذا جاء بعدها همزة قطع وعند الوقف يقف عليها بالسكون إذن نعيد مرة أخرى ما يتعلق بميمات الجمع وهي خلاصة درس هذا اليوم أن ميم الجمع في القرآن الكريم تارى يقع بعدها حرف ساكن وتارى يقع بعدها همزة قطع وتارى يقع بعدها حرف متحرك وللقراء في هذه الميم في هذه الأحوال مذاهب شتى اتفقوا جميعا على ميم الجمع على تحريكه بالضم إذا جاء بعدها حرف ساكن واختلفوا في حالتين الحالة الأولى إذا جاء بعدها همزة قطع وانفرد بها ورش بصلتها بواو مدية بمقدار ست حركات وكذلك أيضا شاركه في ذلك قالون بخلف عنه وشاركه أيضا ابن كثير وقولا واحدا ثم انفرد ابن كثير في الحالة الثالثة وهي إذا جاء بعد همزة قطع حرف متحرك فلا يصلها إلا ابن كثير أما ورش يقرأها كما يقرأ حفص عن عاصم بسكون هذه الميم إذن ما يعنينا كثيرا في درس هذا اليوم هو أننا نخرج من ذلك بقاعدة أصل ورش خلاص الدرس هذا اليوم أن ورش لا يصل ميم الجمع إلا إذا وقع بعدها همزة قطع فإنه يصلها عند الوصل ويحذفها عند الوقف وإذا وصلها فإنه يمد هذه الميم بمقدار ست حركات طيب كرروا معنا ونعيد ونكرر على هذا الأصل لأنه هو درس هذا اليوم هنا في قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم نقرأ الآية كاملة في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إذن هنا ورش يصلها بواب مدية في هذا الموضع وفي الموضع الثاني لأنه أيضا جاء بعدها همزة قطع أما بقية الآية فيقرأها بسكون هذه الميم الحالتين الأولى والأخيرة يقرأها ورش كما يقرأوا حفص عن عاصم فلا يختلف عن حفص عن عاصم في الحالة الأولى والحالة الثانية نعود إلى تطبيق أو إجابة على تقويم درس هذا اليوم التقويم هنا يقول ما المراد بميم الجمع ما المراد بميم الجمع وأشرنا إلى أن المراد بميم الجمع هي الميم الزاعدة الدالة على جمع المذكرين بين مذهب ورش في ميم الجمع من خلال قول الإمام الشاطبي ومن قبل همز القطع صلها لورشهم إذن أشار الشاطبي هنا إلى مذهب ورش أنه يصل هذه الميم إذا جاء بعدها همزة قطع كما قال الشاطبي هنا ومن قبل همز القطع صلها لورشهم ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل ما هو مذهب ورش من خلال هذا البيت استخرجوا معي بارك الله وفيكم مذهب ورش من خلال هذا البيت ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل إذن مذهب ورش هنا هو كمذهب بقية القراء في كلمة كل فإن ورش يقرأ بضم الميم الجمع إذا وقع بعدها حرف ساكن وشارك في ذلك كل القراء كما قال الشاطبي لكل إذن ورش هنا يقرأ بضم ميم الجمع إذا جاء بعدها حرف ساكن وشاركه في ذلك بقية القراء السبعة هذا هو الشاطبية وهذه استخرج منها مذهب ورش فيما يتعلق بميم الجمع إذن أسألكم سؤال وبه نختم درس هذا اليوم ما هو مذهب ورش في ميم الجمع ما هو مذهب ورش في ميم الجمع من خلال درس هذا اليوم ما هو مذهب ورش في ميم الجمع مذهب ورش كما أشرنا قبل قليل وأجبنا عليه في التقويم أنه لا يصل ميم الجمع إلا في حالة واحدة فقط هو إذا جاءت هذه الميم الجمع ساكنة وجاء بعدها همزة قطع فإنه يصل هذه الميم أيضا سؤال آخر مرتبط بلواية ورش ما هو مذهب ورش لو وصل هذه الميم بواو ما هو مذهب ورش أو كم يمد ورش هذه الواو إذا جاء بعدها همزة قطع ذكرنا أن مذهب ورش في المد المنفصل يمد المنفصل لست حركات إذن مذهب ورش أنه يمد هذه الواو عند الوصل بمقدار ست حركات طيب كيف يقف ورش على ميم الجمع التي يصلها بواو مدية عند الوصل يقف ورش بحذف هذه الواو فيقف عليها بالسكون كما يقف عليها حفص عن عاصم وهذا هو مجمل ما يتعلق بدرس هذا اليوم وهو خلاصة درس هذا اليوم ولكن ما أريد أن وصيكم به هو الحرص على أنك تأخذ المصحف وتفتح المصحف وتستخرج في وجه من أوجه المصحف ميم جمع جاء بعدها همزة قطع ثم درب نفسك كثيرا على القراءة بصيلتها بواو مدية عند الوصل والوقف عليها حتى تتمرس وتتدرب عليها كثيرا ويسهل عليك بعد ذلك أن تفرق بين رواية ورش ورواية قالون عن نافع المدني في ميم الجمع لنا لقاء قادم يسر الله ذلك وبرك الله فيكم أيها الشباب ونفع الله بكم والله أعلم وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم